اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء تحقق الشرطة في ملابسات مقتل نور تالية عفيف ريان من كفر براء البالغة من العمر نحو 40 عاما رميا بالنار في مدينة حيفا وكان متحدث بلسان نجمة داوت الحمراء قد ذكر أن تواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن امرأة فاقدة للوعي بمنزل في شارع الرزروف في مدينة حيفا ولدى وصول التواقم قررت وفاتها في المكان لبراماديك رجل الإسعاف آفي عابدي من نجمة داوت الحمراء قال حينما دخلنا إلى المنزل عثرنا على امرأة فاقدة للوعي مصابة بإطلاق نار كانت قد فارقت الحياة وقد أعلنت الشرطة أن شخصا آخر أصيب بإطلاق النار أيضا بحيث نقل لتلقي العلاج في مستشفى رنبان في المدينة وإلى الموضوع التالي تتفاقم ظاهرة انتشار أطفال وأولاد قاسرين من مناطق السلطة الفلسطينية على مفتراكات ومداخل البلدات العربية في شتى أرجاء البلاد من عام إلى آخر إذ يقف أطفال وأولاد وبنات لساعات طويلة في ظروف قاسية سواء تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف أو في البرد القارس في الشتاء للحديث عن ملفات تتعلق بقاسرين فلسطينيين منهم المتسولين ومنهم الباعة على المفترقات والتي تصل إلى أروقة القضاء نريد الحديث مع ضيفتنا في الأستوديو مونة أبو اليونس خطيب وهي محامية مختصة في قضايا القاسرين في هيئة الدفاع العام أهلا ومرحبا بك يا المحامية مونة أبو اليونس خطيب أهلا بك كده هذه الظاهرة منتشرة؟ لا يوجد بلد تقريبا نمرك عنها ولم نرى مدخلها في متسولين أو باعة من هؤلاء الأولاد صحيح ظاهرة هذه ظاهرة كتير منتشرة ومن وقت لوقت عم بتزيد وإحنا عم نحس الإشي أكتر كمان بأروقة المحاكم بمراكز الشرطة إحنا طبعا هيئة الدفاع العام بمطة استشارة قانونية وتمثيل قضاء لهدو الأولاد في حال مسكتني الشرطة وإحنا عم نشوف الأعداد عم بتزيد ومع أنه مع الأسف من وراء كل طفل أنا بقول طفل لأنه أعمار صغيرة إحنا عم نحكي بلد 12 سنة أطفال لأعمار صغيرة اللي هن ضحايا هن بستغلوا عن طريق أشخاص تانين أشخاص اللي بيستغلوا الوضع الاقتصادي السعب في منهين اللي يعني بإنعوا أهلا إنه بدل ما تود إبنك على المدرسة يجيبوا يشتغل معانا وإحنا مننطي اليومية نحن نعرف إنه الدخل صدفت شيء من هالنوع يعني نعم يعني هاي مش مجرد فكرة عند الناس إنه هاي المجموعات من الأولاد الأطفال اللي مظلومين يعني هم يتم تشغيلهم من كبه الأشخاص آخرين من دون أدنى شك هدول الأولاد هنه أولاد اللي هنه مستغلين هدول أولاد اللي استغلوا ظروفا العائلية ومع الأسف في منهين كمان اللي أهلا لما الوضع الاقتصادي كتير سعب لما المدخول للعائلة بالسلطة هو ربع أشهور رح ياخد بيوم اللي هم وجود هون فحتى الأهل صاروا يبعثوا الولاد عأساس مع هدول الأشخاص اللي هو طبعا من دون رضا هذا الطفل طبعا من دون موافقتهم أنا ما أعتقدش أنه فيه طفل لو خيرتي رح يختار يوقف هذه الوقف ما فيش يعني إحنا كل الشغلات اللي أنا بقولها هي شغلات اللي إحنا بنسمعها من الأطفال يعني يوم لما فيه عندنا طفل اللي هو بقولك أنا خليني بالحباس أو قتسل بأهلي قل هن خليني بالحباس بطلبه ليه لأنه لما إحنا عم نحكي عن طفل مستغل عن طفل هل لما بتحكي مستغل بالإضافة لأنه يعني يتم تشغيله بهذه الظروف القاسية هل يتم استغلالهم مثلا جنسيا أو يتم ضربهم استغلال جنسيا لا أنا ما سمعت ولكن عنف جسدي موجود هؤلاء الأطفال نحرموا ما اسمه مدرسة نحرموا أن يعيشوا زي أي طفل تاني فهن مجبورين يجوا يعني لما فيه اللي بقول لي اتصلي بأبوي وقالي له أنه أنا عندي حبس مواقفة تنفيذ إذا كما مرة ببعتني يحبسوني أو مثلا طفل اللي انمسك يعني هاي قصة اللي كتير أثرت فينا طفل اللي مزبوط خلال سنة انمسك ست مرات فالمحكمة أول مرة روحته تاني مرة روحته بعدين النيابة يقدموا ويقدموا ضد لوائح اتهام بأخدوا حبس مواقفة التنفيذ فصار أنه لازم ينحبس المحكمة قبلت أنه تروحوا رغم أنه كانت سادس مرة بشرط أنه مسكوا معا ألفين شكل ادفع خمسمائة شكل قال لي لأ أنا بضلني محبوس بس هاي المصاري مش لإلي هاي المصاري بكرة بطالبوا أهلي فيها ومع الأسف ضل موقف كمان يوم لحد يت معجلنا الحكم على أساس ما ما يدفعش هاي المصاري لأنه زاره هو يعرف شهر محامي يقولنا أبو اليونس خطيب نحكي عائشة مش يعني يقتصر على الذكور على الأطفال الذكور أيضا على الإناث يقتصر على الإناث لا يقتصر نعم فيه إناث فيه إناث وفيه كمان أطفال يعني احنا أكيد منشوف متكون صبايا صغيرة وحملين كمان أطفال رضع أطفال رضع فأنا بتذكر صبية من منطقة الخليل اللي كانت موجودة هون كان عمرها 16 سنة بس كان معها طفل كانت قصة كتير مؤثرة ابنها 16 سنة وابنها هي طفل مع ابنها الرضية وهي شاركتنا أنه هي بتتعنف وأنه هي موجودة اليوم بإسرائيل لأنه جوزها بجبرها تيجي وتوقف على أساس تجمع النقود تجمع المال وقدرنا وقتها أنه نحن نساعدها أنه نفوتها على مؤسسة بإسرائيل على أساس يقدروا يعتنوا فيها ويعتنوا بابنها بس القصص كتير كبيرة والاستغلال مع الأسف عم بزيد أنت أنت بتقول أن الملفات يعني تصل إلى محطات الشرطة تصل إلى أروقة المحاكم خذيني معاك أنا كشخص على جلسة فيها طفل تم ضبطه يتسول في مفرق إحدى البلدات العربية كيف القادي أو القادي بتعامل مع هذا الطفل أصلا أنه لا يفهم اللغة العبرية صحيح كيف يعطيني المشهد يعني إحنا نفوت على قاعة المحكمة بشكل عام القضاء بتوجه من دون طبعا أهم إشي بإمو عنن الكلبشات القادي أول إشي بيسأله أسمه حتى لو أنه ما بيحكي عبري بيحكي بالعبري وإحنا منترجم على أساس حسسوا شوية أمان أنه مظبوط أنت هون بالمحكمة بس أنه مجرد أنه حدي يسألك كيف حالك أو أنت أسمك هيك إحنا منشوف أن القضاء فاهمين أنه هدولا أطفال مستغلين ضحايا ولكن من الجهة الثانية في النيابة في طلبات النيابة اللي هن كثير مرات بصروا على أنه هذا إحنا أنطناه أكثر من فرصة يعني ولد اللي روح قبل شهر عاود رجع فكثير مرات إحنا يجي منقول مظبوط قبل شهر ورجع بس هو ما رجع من خاطره يعني لما كان في عنا ولد فترة عيد الأضحى هو موجود هون أريد أن أشتري أواعي إلي ولأخي وتقالوا لي إذا لم تذهب لن تشتري أواعي أبوي يشتغل أمي يشتغل وإحنا من التواصل مرات لما نستطيع نوصل للأهل نرى كمان كمان على الأسف نرى الاستغلال ليس فقط يكون أنه يوقفوا بمفترقات الطرق وإنما من جيل 12 إلى 16 مفترقات الطرق من جيل 15 وفوق نرى أنه يستغلوهن عصابات سرقة السيارات كيف يشرحين المحامية مونة أبو ممكن ببلد معينة في عصاب التي سرقوا سيارات من إسرائيل يحولوها للضفة فبعرفوا أنه هذا الطفل من بيت ميقوس الحال يعني بيكون وضع جد ميقوس إذا حدا مريض بالبيت إذا الوضع الاقتصادي كتير كتير صعب فبحاولوا يغروه أنه تعال معنا أنت بس سوق السيارة مع أن نحن نحن أولاد عمره 15 سنة لم عشر وخصة فبالنسبة له ألف شاكل أنه أطلع مرة واحدة عسرائيل هذا يعني كثير وكثير أطفال أو حتى شباب صغيرة يستغلوها لهذا الأشي ولما الشرطة توصل لأنه خبيرين بهذا الأشي يحربون والذي يدفع الثمن هو هذا ويمكن يدفع الثمن بحياته لأنه نظرا للظروف الأمنية السائدة يمكن إطلاق النار عليه بأي لحظة إطلاق النار عليه يهرب من الشرطة أو عمل أي حادث أنه يكون موجود بتهم أكبر بفترة حكم ونرى أن هؤلاء الأطفال يفوتون على أشهر عديدة على السجن ما أكثر ممكن للمحكمة تفرض على طفل قاسر من هؤلاء الأطفال أكثر حكم أنت طلعت عليه أو سمعت من قادية أو قادية طبعا الأشي يختلف كما نحكي عن الأطفال اللي بوقفوا بالطرقات اللي نحن لعن بتسولوا بس عساس يجمعوا المصاري بشكل عام المحاكم بتحاول تكتفي بأيام طوقيف إذا يكون عندنا حبس موقف التنفيذ نحن نحاول نقني على المحكمة إنها تمدد لنيا إذا المحكمة مددت له الحبس موقف التنفيذ بصير سعب بتمدده كمان مرة ففي مثلا في أطفال اللي أعدد شهرين ثلاثة واللي بصرقوا سيارات مع الأسف الأحكام العدد كتير عم بزيد فإذا كانت قبل كم شهر أو قبل ستة شهر قبل سنة عم نحكي على أربع خمسة شهر اليوم طفل برضو بظل طفل حتى لو عمره خمستاش ستتاش سبعتاش اللي بفوتوا بعد ما هذه العصابة أثرت عليه وصرق سيارة ممكن لقي حاله عشر شهور تلتاشر شهر وبنحبس هناك أحد الملفات اللي أثيرت في الفترة الأخيرة أنه شخص ما وظف قاسر ما للاعتداء على آخر شو صار في هذا الملف شو صار في هذا القاسر شو المعلومات المتوفرة عنه هذا الملف المحام فيه هو الأستاذ فاريس بريء من الدفاع العام بحيفا هذا طفل عمره 15 سنة من منطق الجنين اللي كان شخص من الداخل يستغله بأنه يشغله بأحد الطرقات بأحد المحلات والظاهر أنه في خلاف بينه هذا الشخص وشخص تاني يعني مين يجيب أولاد هون تشحد يعني مين يسيطر على المنطقة على فكرة هذا شبيه بما كنا نشاهده في الأفلام المصرية يعني بالزبط صحيح يعني أصلا اليوم اللي بمرأ من هاي المحلات بشوف الأطفال بشوف وضعه يعني اللي بناموا أسابيع بناموا بالأحراش بغسله من أي حنفية مي موجودة بيضلوا بقوعيهن يعني الإشي هذا كتير سعب فنرجع لهذا الطفل فخلاف بين هذول الشخصين اللي هن بستغلوا الأطفال حردوا أنه يطعنوا طبعا هيك حسب إدعاء البوليس بس المهم هون أنه المحكم المركزية بحيفة قبلت إدعاءات الأستاذ فارس بريق وقررت أنه تفرج عنه في عنده جلسة محاكمة لسماع شهود فيها بس إحنا منشوف أنه المحكم المركزية ورغم أنه في هون إنسان اللي هو طعن الحاكم كتير طلع على الظروف اللي صارت فيها التهم لما هو أنتق قرار الإفراج قال أنه إحنا هون في عندنا الطفل عمره 15 سنة فش عنده إسبائيات ظروف توقيفه وهي ظروف اللي هي كتير سعبة وقمان ظروف اللي فيها وعملت تهمة فعشان هيك المحكمة كمان راعت هذه الظروف وأفرجت عنهم أنا متأكد المحامية مونة أبو اليونس خطيبة أنك بتتفكي معاي أنه حل مشكلة هؤلاء الأطفال مش قاعات المحاكم ولا محطات الشرطة يجب أن تتدخل منظمة ما قد تكون جمعية مع منظمة حتى ممكن أنها عالمية وتنقذهم مما فيه صحيح أروقت المحاكم وحتى الحبس هو مش المحل لهذه الأولاد مع أنه يعني سعب طفل زي هذا تحط لو أي ظرف يجب أن يكون بالسجن أكيد محل ليس بالسجن لازم يكون في مؤسسات لازم الشؤون الاجتماعية تفوت على الصورة نحن نحاول من ضمن هيئة الدفاع العام نتواصل مع شؤون اجتماعية نحاول نوصل لعاملين اجتماعيين عشان نوصل للمشاكل الموجودة عن بعض من هؤلاء الأطفال لنقدر نلاقي حل ممكن سعيدة الأهل يأخذ التوجيه أو يأخذ رعاية معينة بالسلطة عشان ما يوصل لهذا المحل بما أنك تطلع كثير على مثل هذه الملفات ملفك كثير أثر فيك كثير ما ستنسي قصته طفل تعاملت معه أو طلعت على ملفه ويأثر فيك كثير المزبوط كل طفل من هدول هو عالم بحد ذاته مجرد أنه ملف كثير بأثير هو بأول ما بدي الصيف أول ما بدي تمواجئة الحر مواجئة الحر القاسي الحر القاسي في منطقة الشمال كان في طفل اللي أنا خبرون مركز البوليس في عيننا هون طفل رحت أشوفه عمره كان 16 سنة وكان قاعد عم ببكي كتير فبقله ليش أنت عم تبكي قال لي أخوي الصغير ضل بره أخوك صغير أخوه عمره 9 سنين فوقتها طلبنا من البوليس أنه يروحوا يدور عا أخوه لأنه لما أخده الكبير الصغير بعده يلقوه فهو ما كان يبكي عشان أخوه عشان نفسه اللي كان يبكي خايف على أخوه مش عارف شو بدي يصير مع أخوه فتشوف أنه حتى مسكوا البوليس بس هو خايف على أخوه فأنا بقول له شو اللي جابك أنت وأخوك أنه جبرونا نيجي لهون إذا بالمحكمة أنا طلبت من القادي ساعت القادي اللي كانت بالمحكمة بعكة قلت لها أنا ما عندي شو أحكي أنا بس بطلب منك تشوفي هذا الولد اللي كان واقف من السبعة الصبح للسبعة المغرب بالشمس كيف بلوسته كان لونها أسود بس كشحت من الشمس قلت لها تطلع علي يا هل ترى فيه طفل بيقبل يوقف هيك من خاطره وفوق هذا كله هو كل الليل وإجا على المحكمة يبكي تمش عارفين وين أخوه فالمحكمة قررت وقت أنه الإفراج عليه وأنه البوليس يحاول لأقي طريقة عشان يلاقوا أخوه لكي هو أو ما عندك مع المال لا بعرف بعدين أنا من مركز البوليس لكي هو بشكل عام أنا بظلني أتابع فبعرف أنه لأقوا الأخو ووصلوهن للمعبر نتأمل بس أنه هاي الظاهرة عن جد التخف هذول الأولاد يأخذوا حق بالحياة صحيح هم يستحقوا مثلهم مثل أي إنسان أي طفل في العالم أنا أريد أن أشكرك المحامية مونة أبو اليونس خطيب أتيت إلينا من حيفا أنت محامية مختصة في قضايا القاصرين في هيئة الدفاع العام شكرا على تصلتك الدوء لهذا الموضوع شكرا لأيك شكرا المشاهدون والمشاهدات العزاء نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني نعود بعد ذلك مع المزيد من الملفات ابقوا معنا